حب الله لعباده بمثابة درع حماية لنا نتنافس جميعا على كسب حب الله لنا بالطاعات والأعمال الصالحة والطقوى محبة الله لنا هي مصدر كل البركة في حياتنا بقدر ما تستطيع حاول مجاهدة نفسك لكي تنال محبة الله لك فهي أسمى شيء يجب أن تسعى له التقرب إلى الله من أجل أن ينعم علينا بحبه فهي منزلة عظيمة وهناك مجموعة من علامات حب الله لعباده سوف نذكرها إن شاء الله في هذا الفيديو بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم الآية التي تدل على حب التقرب إلى الله والحديث الشريف ياها أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل وحب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ما روي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني مشيا أتيته هرولا وإن هرولا سعيت إليه وأنا أسرع بالمغفرة حب العبد لله سبحانه وتعالى إذا أحب الله عبدا جعل له قبول في قلوب الآخرين فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد ناد جبريلا إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض حب التوكل على الله في جميع الأمور حب التوكل على الله في كل شيء وحمد الله على كل شيء وتفوض أمرك وحسن التوكل على الله قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضل غليظ القلب لن فضوا من حولك فعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ومن علامات حب الله لك أيضا هي حسن الخلق والالتزام بالفضائل واجتنا بالنواهي عن أسامة بن الشاريك رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤيسنا الطير من يتكلم منا متكلم إجاءه أناس فقالوا من أحب عباد الله إلى الله تعالى يا رسول الله قال أحسنهم خلقا ومن علامات حب الله أيضا لك الانشغال بطاعة الله عز وجل الحرص على أداء الفرائد في أوقاتها والانشغال بالذكر والتجنب المعاصي من أكبر علامات حب الله لك هي الهداية التي يهبك الله إياها بأن يهدي قلبك للعمل الصالح إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ومن علامات حب الله أيضا الإكثار من ذكر الله تعالى الحرص على ذكر الله سبحانه وتعالى لاتمؤنان القلب وانشراح الصدر ويعبد الله بقلبه ولسانه وجميع جوارحه يقول ابن القيم إن الله إذا أحب عبدا أنشأ في قلبه محبته فالإيمان لا يأتيه الله إلا من أحبه في زمن يكثر فيه الفتن والخداع والغش وهذا الرزق يعتبر من أكبر الدلائل على حب الله عز وجل لشخص يحبه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا استعمله قالوا كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت الابتلاء من علامات محبة الله لعبده هي الابتلاء لاختبار قوته وتحمله وصبره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله الصخط عن سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتل الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاءه وإن كان في دينه رقة رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة يعني البلاء يمحي الذنوب للصابرين الذين يتحملوا هذا البلاء زيادة الإيمان في القلب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن الله يؤتي المال من يحب ومن لا يحب ولا يؤتي الإيمان إلا من أحب فإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان وإذا أحب الله عبدا جعله لينا في القول والفعل خصوصا للتصف بالرحمة عند التعامل مع الآخرين والابتعد عن قصوات القلب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه ومن علامات حب الله سبحانه وتعالى لعبده أيضا الله يحب الشخص الذي يتصف بالكرم والعطاء عن سعد بن أبي وقاصر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كريم يحب الكرماء جواد يحب الجودة يحب معالي الأخلاق ويقره سفسافها اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك وفي أمان الله وفي حفظ الله ورعايته مع السلامة